موسيقى مع انطلاق معركة تحرير الرقة داعش يتراجع والمعارضة تفتحم المدينة من الشرق موسيقى القوات العراقية تستقبل ناجينة بحالة مأساوية غربي الموصن موسيقى واجراءات مصارمة عربية جديدة تضيق الخناق على الدوحة موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري إذ دخلت قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا من الجهة الشرقية وكشف مرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه القوات مؤلفة من قوات سوريا الديمقراطية وقوات النخبة السورية المدعومة من القوات الخاصة الأمريكية وطائرات قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وعد التحالف الدولي أن العمليات العسكرية على الرقة في سوريا ستشكل ضربة حاسمة لتنظيم داعش التفاصيل في سياق التقرير التالي أفاد سكان محليون في مدينة الرقة شمال سوريا بأن تنظيم داعش بدأ بحرق عشرات براميل النفط في المدينة لحجب الرؤية عن طائرات التحالف وقال سكان في المدينة أن التنظيم وضع مئات براميل النفط الخام في شارعة الأبيض وسط المدينة ومحاور مداخل المدينة الغربية وقرب باب بغداد شرق المدينة وفي منطقة شارع القطار شمالها وأن سماء المدينة تغطيها سحب الدخان الأسود يأتي ذلك بعد نحو ساعة على إعلان قوات سوريا الديمقراطية المعركة الكبرى لتحرير الرقة حيث دخلت قوات سوريا الديمقراطية معقل داعش الأبرص في سوريا من الجهة الشرقية وذلك وفق ما أفادت به قيادة هذه القوات حيث دخلت قوات سوريا الديمقراطية في حي المشلب وأكد مدير المرصي السوري لحقوق الإنسان إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على عدد من المباني داخل الحي من ناحيته اعتبر التحالف الدولي أن العمليات العسكرية في الرقة بسوريا ستكون ضربة حاسمة لتنظيم داعش وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف تاونزند في بيان أن معركة الرقة ستكون طويلة وصعبة وأكد أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيواصل دعمه لقوات سوريا الديمقراطية خلال المعركة الرامية لدحر التنظيم من معقله في شمال سوريا واعتبر تاونزند أنه من الصعب إقناع مجندين جدد أن تنظيم داعش عد قضية رابحة فيما هو يخسر عاصمته في العراق وسوريا في إشارة إلى الرقة ومدينة الموصية العراقية بدوره أعلن الناطق الرسمي باسم قوات السوريا الديمقراطية العميد طلال سلو في بيان انتلاه في بلدة حزيمة شمال الرقة البدأ بالمعركة الكبرى لتحرير مدينة الرقة العاصمة المزعومة للإرهاب والإرهابيين ودع سلو أبناء الرقة إلى الالتفاف حول قواتهم وتقديم العون من أجل القيام بمهامها على أكمل وجه وحماية الشعب من الأضرار المحتملة للحرب والابتعاد عن مقرات داعش ومحاور الاشتباك مؤكدا أن معنويات قواتهم وعزائمهم عالية أذا وشنت مقاتلات قوات التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت قيادات تنظيم داعش خلال اجتماعا لهم في حوض اليرموك غربي درعا بحسب ما أفاد به مراسلنا وضف مراسلنا أن من بين القتلى أبو محمد المقدسي وهو قائد ما يسمى بجيش خالد بن الوليد التابع لداعش فقال مصدر مطلع داخل بلدة السيل التي يحتلها داعش إن داعش شهد حالة من التخبط بين أفراده بعد استهداف منزل المقدسي الذي كان يعقد اجتماعا لعدد من قيادات التنظيم مئة يوم من المعارك في حي المنشية وما تزال قوات الأسد تحاول استعادة هذا الحي الاستراتيجي في المقابل تستمر قوات المعارضة المسلحة في درعا بإحباط مخططات قوات الأسد على الرغم من إسنادها من ميليشيات إيرانية وإسناد جوي من طائرات روسية مراسلنا محمد الحراني رصد لنا المعارك في حي المنشية نتابع طريق محفوفة بالمخاطر نسلكها للوصول إلى حي المنشية في مدينة درعا مئة يوم من المعارك العنيفة بين قوات المعارضة والنظام التي تسانده ميليشيات إيران الطائفية حولت معالم الحي الشهدي على مظهرات 2011 إلى أثار بعد عين فما أن تغادر الطائرات الأجواء حتى تبدأ المدفعية بدك مداخل وأطراف الحي بعد استعادة فصائل البنيان المرصوص لأهم النقاط وأكثرها استراتيجية في المنشية قامت غرفة عمليات البنيان المرصوص بإفشال مخططات هذا النظام عن طريق معركة الموتى للمذلة التي كان يحاول النظام الهجوم على جمرك درعا القديم قامت غرفة عمليات بالصد لهذا وتحرير حي المنشية في معركة دامت ثلاث أشهر ولم يستطع النظام التقدم إلى هذا الحي إصرار قوات النظام على استعادة الحي وتكرارها لمحاولة اقتحامه قابلته قوات المعارضة باستقدام تعزيزات عسكرية للتصدي لأعنف الهجمات على الحي منذ سيطرتها عليه حيث بدأت بتحصين نقاط التماسي المباشرة مع النظام على إحدى النقاط المتقدمة يرابط محمد المسالمة مع ناصره ويتناوبون على رصد تحركات النظام على مدار الساعة تحسبا لمعركة كبيرة يحضر لها النظام بعد تحرير حي المنشية بالكامل يقوم النظام السوري بمدعوم بميليشيات شيعية إيرانية بالمحاولة تقدم هذا الحي ونحن لواء توحيد الجنوب التابع للجيش الحر نقوم بالتصدي لهذا النظام والميليشيات الإيرانية وعلى الرغم من دخول درعا ضمن مناطق خفض التوتري إلا أن صوت الطائرات والمدافع يكاد لا يتوقف بعد خرق النظام للاتفاق وتدعيم صفوف قواته البرية بميليشيات طائفية تدربها إيران في محاولة لاسترجاع حي المنشية التي تكمن أهميته بقربه من المعبر الحدودي مع الأردن محاولات قوات النظام التقدم إلى حي المنشية بمدينة درعا تبوء بالفشل مرة تلو الأخرى على الرغم من الإسناد الجوي الروسي والدعم البري الذي تقوم به ميليشيات إيران الطائفية محمد الحراني لأخبار الآن درعا تعاني الأسر السورية نازحة قرب الحدود السورية التركية من سوء الأوضاع الإنسانية في شهر رمضان أخبار الآن رصدت حالة بعض الأسر في مخيم الكرامة نتابع حال النازحين في مخيمات الحدود مع تركيا يعكس مدى تمسكهم بالقليل من مظاهر شهر رمضان لكن أم محمد لم تعد ترى في هذا الشهر أجواء الفرحة كعادتها حيث تعيش في هذه الخيمة البسيطة بمخيم الكرامة على الحدود السورية التركية بعيدة عن معظم أبنائها وأقاربها منذ ثلاث سنوات تعد أم محمد طعام الفطور لمن تبقى من أولادها معها ويجيد من معاناتها سوء الأوضاع الإنسانية هذه رابع رمضان من مضي هنا بالخيم يعني شغلنا على الببور هات التقى كاز هات ما يلتقى كاز أيام خسيننا على إيدنا موي باردي الله وكيلك أيام وهاي الخيم ليك إشلونها كنا عيلي وحدي نقعد على السحور على العشة هاللقتين مفرقين ما بعرف أنا مني وحدي الناس أربع خمس أولاد ما بعرف يعني بأي ضيعة يعني وين صاروا وين راحوا وين إجوا ما بعرف إيه والله وعلى هالشكل يعني انهزمنا مومن طيب نغصب لعنى أم قصي وجه آخر من المعانات في هذا المخيم فليس لديها سبيل للعيش هنا سوى العمل مع طفليها في اقتطاف المحاصيل الزراعية لتوفر قوت يومها وذلك بعد إصابة زوجها بالعجز الدائم أنا والدي وبنتي عنا اشتغل خمس متر وقال فاعل والدي رزلي عاجز قاعد لا شغل والعمل وبدو كل يوم يساني وبدو ألفين سلتالف حب يعني عنا اشتغل وطعمي والدي وبنتي ووزنتي ما عاد نشي دحجة خيام متكدسة ومتلاسقة يهزها غبار ورياح لا تكل ولا تمل وصيف لاهب ينتظر النازحين وهو أمر سيصعب عليهم الصيام أكثر وسط بؤس وفقر وكثير من الشقاء يعني من هالإغاثات اللي عبتجينا من المنظمات الإغاثية اللي عبتجينا نحن عايشين عليها كبرغول كرز هالزيتات السكرات إلى آخر والمعو مصاري عبشتري من السوق ممو مصاري قولا واحدا من هالإغاثات اللي عبتجي يعني الناس عايشة على الإغاثات اللي عبتجي قطعت الإغاثات قطعت قوت الناس لا سوق في هذا المخيم ولا حتى أي مظهر من مظاهر الشهر الفضيل الذي لا تراه سوى في عيون من يريد أن يسد رمقه عند آذان المغرب لأخبار الآن معاذ الشامي ريكو أحييكم من جديد إلى العراق حيث أعلنت الشرطة الاتحادية قتل المسؤول الأول عن معامل داعش لتصنيع العبوات الناسفة في مدينة الموصل القديمة كما أعلنت الشرطة الاتحادية تحرير 75% من حي الزنجيلي في الساحل الأيمن للموصل وتقترب كثيرا من باب سنجار المنفذ الشمالي باتجاه جامع النوري في المدينة القديمة وفي مقابلة مع أخبار الآن أكد مدير إعلام وزارة الدفاع العراقية العميد تحسين إبراهيم أن داعش بات محاصرة من ثلاثة محاور وأن ما تبقى من الأهالي المحاصرين يتراوح بين 100 ألف إلى 150 ألف وعن أفراد داعش قال العميد تحسين إن أعدادهم تقلصت إلى نحو 600 فرد فقط أغلبهم من المقاثرين الأجانب نعم المدينة القديمة محاصرة المدينة الموصل القديمة محاصرة القوات الأمنية تحاصرها من ثلاث محاور محور مكافحة الرهاب ومحور جهاز الرد السريع وكذلك الفرقة المدرعة التاسعة الشيء كما تعلم أنه المدينة القديمة هي مدينة متأخمة بالسكان عدد السكان فيها تراوح ما بين 100 إلى 150 ألف ألف نسمة حددنا باستخدام أسلحتنا كون المدينة قديمة ولا تسمح لنا بالمناورة بأغلب أسلحتنا نحن الآن نقوم بتنشيط الجهد الاستخباري والأمني التعاون كبير ما بين المواطنين وما بين القوات الأمنية من أجل الحصول على معلومات تؤدي إلى نجاح خطتنا في عملية الإخلاء للمواطنين المدنيين نحن قمنا بخطة وعدات لعملية الإخلاء لأهولاء المواطنين المدنيين على الرغم من قيام التنظيمات الإرهابية ملاحقة المواطنين المدنيين وضربهم واستشهاد عدد كبير منهم وجرح أيضا أعداد أخرى ولكن قوات الفرقة المدرعة التاسعة تقوم بإخلاءهم تحت نيران العدو والمحافظة أيضا على ما تبقى من سلامتهم يتراوح كما قلت لك ما بين 600 إلى 700 مقاتل أغلبهم عرب وجانب الجنسية وبينما تتصاعد العمليات العسكرية ضد داعش غربي مدينة الموصل ينجو بين الحين والآخر مواطنون أوضاع أغلبهم مأساوية استقط مؤخرا عدد من القتلى والجرحى خلال العمليات العسكرية الجارية في حي الزنجيلي حيث ضيق داعش الخناق على الأهالي مستخدما إياهم دروعا بشرية مراسل ناوي سام يوسف اطلع على أحوال هذه الأسر الناجية من احتلال داعش وعدلنا التقرير التالي نهار يوم كامل قضيناه برفقة الوحدة الطبية التابعة للرد السريع العراقي داخل منطقة الزنجيلي غربي الموصل حيث تتحرر من احتلال داعش أصوات أنين الناجين وبكاءهم لم يفارق هذا المكان حيث تستقبل القوات العراقية المدنيين الخارجين للتو من هذه المنطقة هذه الطفلة التي فقدت جميع أفراد عائلتها لا تدرك ما يدور حولها من هول الصدمة وهذا الرضيع أثرت عليه هذه السيدة تحت أنقاض أحد المنازل أما هذا الرجل فقد ترك زوجته جريحة تحت أنقاض الأبنية المهدمة بعد أن منعه داعش من إخراجها الرحولي أربعة دفنتهم وثلاثة هاتساعة تومها جونا قال أساعة ظلوا أهاي زوجتي وزوجت ابني وقلت ابني ثلاثة ثلاثة النساء ظلوا نمع العلاتين جونا أولا قاعدين لما عمل بفسي جوم الدواعيش طلعونا إحنا قاعدنا لما السفار وقاعدين هناك وبالقصر وبالهوانات وليل ونهار 24 ساعة ببيتنا هم وأسلحتهم وشيتهم وبس نصيحهم يبتشي وما تحملنا أصلي سيشوان نحن قلعنا ما أدري أصلي شوان وصلنا ما أدري حد الآن مم صدقة مصدومة هذا الطفل كتله أمه بالقصف ماتت أمه أبوه صالوا شهر شهر ونص يجي عليكم وما يعرفوا كل شيء عنه وانسا يتيب لا أب لا أم واني أصلي من الجيرانهم لا أعرفهم ولا يستعرفهم وشفت واخدت شفت وحضني وجيت به هنا القصص هنا في هذا المكان مروعة جدا إذ يعول أهالي لنا جرائم مقاتل داعش التي ارتكبوها خلال الأيام القليلة الماضية بينها عمليات إعدام جماعية نفذها مقاتل التنظيم على بعد مئات الأمتار من هنا حيث لا تزال القوات العراقية تستهدف الوصول إليهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المحاصرين مقاتل القوات العراقية يحاولون جاهدين التخفيف ولو قليلا عن هؤلاء الأطفال وإطعامهم قبل أن يتم إخلاهم إلى مكان أكثر أمنا وإتاحة الفرصة وإفساح المجال لاستقبال مصابين آخرين ما زالوا يحاولون الوصول لهذا المكان الذي تركناه نحن أيضا إلا هذا الطفل الذي يرفض المغادرة من دون والدته التي يحاول والده إقناعه بأنها قد رحلت عنهم تتواصلت تأثيرات الاقتصادية على قطر بعد قرار السعودية والإمارات والمصر والبحرين قطع العلاقات معها وكانت بنوك سعودية وإماراتية أوقفت تعاملاتها المصرفية مع قطر إضافة إلى سحب الهيئة العامة للطيران المدني السعودية جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية ولموظفيها وإقفال جميع مكاتبها تفاصيل أوفا ضمن سياق التقرير التالي يحمل قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر أزمات اقتصادية كبيرة للدوحة وخاصة على صعيد النقل الجوي والبري بكل تدعيات ذلك على قطاعات حيوية من بينها التجارة وقطاع الأعمال وسوق الأوراق المالية ولليوم الثاني على التوالي أوقفت بنوك سعودية وإماراتية تعاملاتها المصرفية وفتح اعتمادات بنكية مع قطر بسبب الخلاف الدبلوماسي في المنطقة مؤسسة النقد العربي السعودي ساما وجهت بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري مما أدى إلى تواصل المضاربات في أسواق العملات على الريال القطري وهبوط العقود الآجلة للريال القطري مقابل الدولار الأمريكي وذلك بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي على قطر في الأمد الطويل بعدها انقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات معها ولم تتوقف الخسائر الاقتصادية القطرية عند هذا الحد بل جاء إعلان الهيئة العامة لطيران المدني السعودي إلغاء رخصة القطوط القطرية في المملكة ويغلاق مكاتبها الهيئة صدرت بيانا أن قرار المنع يسر بشكل فوري ويشمل جميع الطائرات الخاصة والتجارية القطرية التي ستمنع أيضا من عبور المجال الجوي السعودي إضافة إلى قرار منع جميع شركات الطيران السعودية التجارية والخاصة من تسير رحلاتها إلى قطر ودعت الهيئة المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى قطر إلى التواصل مع الناقلات الجوية عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض من جهته أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن إبداء التعاطف أو الميل أو المحابات جاه قطر أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما انتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة الدوحة سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة يعد جريمة معاقبا عليها باستجن المؤقت من ثلاث إلى خمسة عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم جدل مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت مستمر بين شركات الإنترنت وبريطانيا إذ بدأت شركات الخدمات التكنولوجية والإنترنت العاملة في بريطانيا الدفاع عن موقفها في التعامل مع المواد التي تبث عبر مواقع الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت وتحوي في مضمونها إرهابا توجه جوجل التي تمتلك يوتيوب وفيسبوك التي تمتلك واتساب علاوة على تويتر من بين المواقع الكبرى ضغوطا حكوميا لمنع أي محتوى إرهابي علما أن شركة جوجل أعلنت أنها أنفقت ملايين الدولارات لمواجهة هذه المشكلة وإجاد حلول لها كما أعلن موقع فيسبوك وتويتر أنهما يبذلان جهودا كبيرة لتنقية واستبعاد المواد التي تتضمن تشجيعا للإرهاب وحرمان الإرهابيين من ممارسة أي نشاط على الموقعين ويأتي هذا بعد الهجوم الأخير الذي شهدته لندن وتبناه داعش حيث دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي إلى ضرورة إبرام اتفاقيات دولية جديدة لتنظيم الإنترنت للحد من العمليات الإرهابية التي تشتاح دول العالم وحجب مجموعة من المواقع بسبب توفير الشركات التكنولوجية مجالا آمنا للمتطرفين لتبادل المعلومات ونشر المضمون الذين يرغبون فيه وبهذا أكدت شركة جوجل أنها ملتزمة بالعمل مع الحكومات على مواجهة المضمون المتشدد مشيرة إلى أن الشركة تعمل بشكل متسارع بهدف تطوير آلية لحرمان المتشددين من التواصل عبر الإنترنت كما قالت شركة فيسبوك أنها تريد جعل منصتها للتواصل الاجتماعي بيئة معادية للإرهابيين وتعمل منصة تويتر أيضا على معالجة انتشار الدعاية المتشددة على موقعها الإلكتروني حيث أوقفت تويتر في النصف الثاني من السنة الماضية نحو أربعمائة ألف حساب حيث تتفق شركات الإنترنت على بعض الأمور منها تشفير الاتصالات بين المستخدمين من الطرفين وهو إجراء يستفز الجهات الأمنية لكنه في الوقت نفسه يوفر للمستخدمين إمكانية التواصل بشكل آمن والحفاظ على معلوماتهم وحياتهم الخاصة أحييكم من جديد مشاهدين الكرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوانا القصير مشاهدين من الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الوسط البحرانية التي نقرأ منها في الصحة علماء الدهون في منطقة البطن مفيدة أحيانا جاء في تفاصيل الخبر قال علماء أمريكيون إن نسيج طبقة الدهون الرقيقة الموجودة في تجويف البطن يسهم في تنقية الدم الذي يدور بين الأعضاء الموجودة هناك وتتكون الطبقة من نسيج يعد أول جزء تظهر عليه أعراض التليف في حالة إصابة الجسم بأية التهابات لذلك يمكن اعتماده كمؤشر على الحالة الصحية للجسم أيضا في الصحة نطالع مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية علماء روس يطورون سائلا ثوريا للعناية بالأسنان طور علماء روسيون سائلا جديدا مخصصا للعناية بالأسنان والوقاية من أمراض الفم واللثة ووفقا للعلماء فإن أهمية السائل الجديد تكمن في أنه مصنوع بتغنية جديدة تحتوي على جزيئات نانونية من المعادن ويخلو من مركبات الفلور الخطيرة على الصحة وفي ذات الوقت هو قادر على القضاء على كمية كبيرة من البكتيريا المسببة للأمراض التي توجد في الفم اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القدس ألاف الجردان تغزو قرى في بورما اشتاحت ألاف جردان قرى في جزيرة غربي بورما في حديثة فسرتها السلطات المحلية بأنها مؤشر لكارثة ستحل بالبلاد وفي ظل العجز عن تطويق الوضع قررت السلطات منح السكامة يعادل أربع سنتات من الدولار عن كل جرد يتم القضاء عليه من أخبار التكنولوجيا نطالع من صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين توقف تطبيقات سكايب على نظام ويندوز فون الشهر المقبل أعلنت شركة مايكروسوفت أن تطبيقات سكايب لن تعمل على ويندوز فون اعتبارا من الشهر الأول من شهر تموز يوليو المقبل وبحسب الشركة فإن تطبيق الدردشة ومكالمات الفيديو على نظام ويندوز فون 8 أو ويندوز فون 8.1 أو ويندوز 10 موبيل ستتوقف بشكل دائم وستكون الطريقة الوحيدة لاستخدام سكايب بعد ذلك التاريخ عبر جهاز آخر ستطلقه مايكروسوفت نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا مشاكل الإكثار من أكل الأطعمة المالحة غالبا ما ينادي بها خبراء التغذية لكن في دراسة حديثة أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن من أبرز المشاكل الصحية للملح هو سرطان الماعدة وهشاشة العظام تفاصيل هذه الدراسة مع الزميلة عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي من أخبار الآن نتابع ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير صادر عنها مؤخرا أن متوسط الاستهلاك العالمي الحالي للملح يتراوح بين 9 جرامات و 12 جراما في اليوم للفرد الواحد وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة الموصة بها وأشارت أيضا إلى أن الأشخاص بحاجة الملح لأنه المصدر الأكثر شيوعا من آيونات الصوديوم والكلورايت والذي لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال تناوله في الطعام فالصوديوم ينظم كميات السوائل في الجسم ويساعد على تقلص العضلات وله دور في تحريك إشارات العصر كما تشارك آيونات الكولورايت في التأثير على حركات السوائل والهضم لكن عند استهلاك الملح بكميات كبيرة فإنه يمكن أن تنتج عنه مشاكل صحية وأهمها أولا أمراض القلب تناول الكثير من الملح يمكن أن يصل إلى مستويات ضغط الدم ويؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية ثانيا هشاشة العظام تناول الملح بكميات كبيرة يؤثر على العظم ويسبب هشاشة العظام وذلك عن طريق التسبب في زيادة إفراز الكاليس في البول ثالثا سرطان المعدة الاستهلاك المفرط للملح يمكن أن يسبب صرطان المعدة وأوسط المنظمة الصحة العالمية أنه يجب أن لا يستهلك البالغون أكثر من 6 جرامات من الملح يوميا أي حوالي ملعقة صغيرة كاملة ويحتاج الأطفال دون السنة إلى أقل من 1 جرام من الملح يوميا في أخبارنا رياضية أعلن نادي باروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم تعيين الهولندي بيتر بوس مديرا فنيا للفريق ليحل مكان توماس توشيل وتولى بوس تدريب دورتموند برفقة مدربه المساعد هندري كروزون اللاعب السابق بالمنتخب الهولندي وقضى بوس فترة قصيرة لاعبا في الدور الألماني في صفوف فريق هانزا روستوك خبرنا الأخير أيضا من عالم الرياضة إذ أصبح منشستر يونايتد النادي الأعلى قيمة في كرة القدم طبقا لما نشره التقرير السنوي لمجلة فوربس ليحل بدلا من ريال مدريد بطل أوروبا وقدرت فوربس نادي منشستر يونايتد بقيمة ثلاثة مليارات وستمائة وتسعين مليون دولار بزيادة قدرها أحد عشر في المئة عن العام الماضي وقالت المجلة في بيان إن هذه شهادة لقوة العلامة التجارية للنادي وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين مع انطلاق معركة تحرير الرقة داعش يتراجع والمعارضة تقتحم المدينة من الشرق القوات العراقية تستقبل ناجين بحالة مأساوية غربي الموصل وإجراءات صارمة عربية جديدة تضيق الخناق على الدوحة بهذا إذن مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين الكرام أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزد الأنباء ونمارا موسيقى 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 موسيقى